يواصل علي فوزي ربعين جولته في شرق الوطن في إطار الحملة الانتخابية لرئاسة 17 أفريل المقبل هذه المرة محطته هي بلدية تمالوس غرب وليد سكيكدا أكد مرشح حزب عهد 54 على ضرورة تدعيم الكفاءات المحلية من أجل تطوير الوطن حبيت نقول لكم من هذا المنبر الكفاءات رهي موجودة الكفاءات موجودة رجال ونساء الجامعات تعنا خرجت حتى إذا رمب الطالين عندهم قدرات وكفاءنا من خطاب هذا نجيبه من الخارج لكوبرون تكنيك لرمي يجيبه رمي يفسده البلاد خلي ولادنا يخدموا نعطي فرصة أنا الوليدي نعطي له فرصة بش ينجح ليضيف ربعين بأن بناء دولة المؤسسات وليس دولة الأشخاص هو أمر لا بد منه حبينا نبني دولة عصرية حبينا نبني دولة القانون حبينا نبني دولة المؤسسات حبينا تكون استمرارية على المؤسسات الرجال والحكومات تروح تستمر الدولة الدولة لمازال مراهش مبنية منذ خمسين سنة فحسب مراشة عهد 54 لا وجود لبديل من دون إرادة الشعب